اشتركوا في القناة انك ممكن والله اعلى واعلم تشوف رؤية في المنام الرؤية دي تبشرك بالتغيير القادم باذن الله طيب ايه هي الرؤية اللي تبشرنا بالتغيير القادم باذن الله الرؤية هي تغيير شكلك في المنام اخواني عزاء في ناس كتيرة جدا بتشوف ان شكلها مختلف عن الحقيقة في المنام ايا كان نوع هذا الشكل هنتكلم اخواني عزاء عن الدلالة والمعنى الحقيقي وراء رؤية تغيير شكلك في المنام بالتفصيل ولكن قبل ما نخرش في تفاصيل الفيديو احبب اقولكم اشتركوا في القناة وفعالوا زر الاشتراك ليصلكم جميع فيديوهاتنا باستمرار اول حاجة اخواني عزاء بالنسبة لتغيير شكلك في المنام هل ان رؤية دي كويسة ولا رؤية مش كويسة اخواني عزاء الرؤية لها شقين مهمين جدا او جنبين مهمين جدا تغيير شكلك للافضل وتغيير شكلك للاسوأ بمعنى ان انت ممكن تشوف نفسك شكلك كويس جدا شكلك تغير اه بس شكلك كويس وممكن الجزء التاني انك تلاقي شكلك تغير بس للاسوأ شكلك مش كويس فهنا الرؤية ديها معنيين مختلفين شكلك وانت كويس غير شكلك وانت مش كويس طيب خلينا احنا في الشكل الكويس في الاول اللي هو المبشر ده ان شاء الله لما نشوف نفسنا في المنام ان شكلنا كويس واحنا لابسين كويس وفي هيئة كويسة وشكلنا متغير عن الطبيعة ده بيدل على ايه بيدل على ان ان شاء الله انت مهيئ لتغيير قادم التغيير ده كويس جدا في حياتك ايا كان نوع التغيير تغيير اجتماعي او تغيير عائل شخص يعني تغيير في شغلك او تغيير في منزلك مثلا في حياتك الشخصية اه في اوقات بتبقى مثلا فتاة عزباء بتشوف نفسها ان هي اه وقفة قدام ريا شكلها مختلف عن الحقيقة خالص اه شعرها طويل مثلا وهي شعرها قصير اه شعرها مثلا مدي لون غير لون الحقيقي اه شكلها افضل من الحقيقة فهنا اخواني عزاء اه رسالة مهمة جدا للفتاة اللي بتشوف الرؤية دي بازن الله الفترة القادمة فترة كويسة جدا في حياتها اه لو عندها امور متعطلة عندها مشاكل مثلا عندها حاجات في حياتها مش قادرة تتخلص منها حاجات مش كويسة مش قادرة تخلص منها تعرف على طول ان ان شاء الله الفترة القادمة فترة كويسة جدا في حياتها وهي بتهيأ او مهيئة لتغيير كويس في حياتها. طيب ايه نوع التغيير ده? آآ لما الواحدة تشوف شكلها افضل من الاول مثلا من جهة المنظر من جهة اللبس من جهة الشعر الكلام ده. آآ وهي عزباء دي بتكون رسالة لها ان هي ان شاء الله ربنا هيرزقها بزوج صالح. وبازن الله هتزح هتسعد بالزوج ده. آآ كذلك الامر لو واحدة مطلقة برضو رأيت ان هي بتتغير. ده من علامات التغيير في حياتها. آآ تغيير مثلا من حياة الطلاق لان ربنا هيفتح لها مسلا. آآ حاجة جديدة. آآ زواج جديد مسلا. حياة جديدة بعيد عن الحياة الاولى. طبعا آآ تغيير حلو خالص في المنام. آآ بتلاقي نفسك ملابسك متغيرة. شكلك متغير. شكلك افضل من الاول. دي حاجة كويسة. آآ نرجع اخواني عزيزي للرؤية اللي هي الجنب التاني من الرؤية اللي انت بتشوف شكلك اسوأ. شكلك مش حلو. آآ تعمل ايه لو شفت الرؤية دي ات. لو شفت الرؤية دي ات وانت كنت بعيد عن ربنا سبحانه وتعالى. ترجع بسرعة جدا لربنا سبحانه وتعالى. مفيش حل غير كده. غير انك ترجع لطريق ربنا سبحانه وتعالى. شفت شكلك مش كويس في المنام. آآ ملامحك متخلبطة. ملامحك سيئة جدا في حاجات محروقة حاجات مش كويسة. آآ ارجع لربنا. ارجع لربنا بكل المقيس. طيب انت بتصلي ومدوم على الصلاة. شوف نفسك انت بتعمليه غلط في الفترة دي. او الفترة السابقة. وحاول تصلح الغلط دي. لان انت كده من خلال الرؤية دي الرسالة ليك بتقول لك انت ماشي غلط. سواء انت بعيد عن طريق ربنا سبحانه وتعالى. او انت بتعمل شيء مش كويس. الشيء ده هو اللي مخلي شكلك مش حلو قدام الناس. طيب في حاجة تانية ممكن احتمال تاني ممكن يكون في الرؤية دي. ايوة في احتمال تاني ان ممكن يكون في شخص بيشوه صورتك قدام الناس. مسلا واحدة بتشوف نفسها وحشة والناس بتبص عليها مسلا. آآ ممكن تكون صديقة لها بتشوه صورتها. واحدة قريبتها بتتكلم عنها مش كويس. آآ واحدة مسلا نجاريتها بتتكلم عنها مش كويس. بتطعم في اخلاقها مسلا. بتطعم في امور في حياتها ان هي مسلا مستحتيرة الكلام ده. آآ حاجات كلنا عفينها. والكلام ده وارد طبعا بين الناس. فهنا ممكن يكون في شخص بيشوه صورتك عند الناس. فانت راجع نفسك. لو انت شفت شكتك مش حلو مسلا. او الناس شايفك شكتك مش حلو. راجع نفسك. اول حاجة صلتك بينك وبين ربنا. تاني حاجة تشوف انت بتعمليه غلط وتبعد عنه. تالت حاجة هتلاقي ان في حد بيشوه صورتك قدام الناس. اتمنى اخوان عزاء ان الفيديو يكون عجبكم وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعالوا زر الاشعارات لأصيركم جميع في دياتنا باستمرار. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله.